هنا انت بتتكلم عن قارتين مش قارة ودولة البعض بيقولك دي قارة 54 دولة يروحوا لدولة واحدة لا الولادة المتحدة دي أكبر دولة في العالم دي قارة دي 52 ولاية وزي ما انت قلت الولاية الوحدة قد كذا دولة أحيانا صحيح طبعا جنب الإمكانات الهائلة للدولة الأمريكية والولادة المتحدة الأمريكية إمكانات ضخمة بس خلنا أقولك برضو حاجة صغيرة كده بسيطة احنا وامتى بدأت فكرة انه العلاقات الأفريقية كاتحاد يبتدي يعمل سنائيات يعمل سنائية مع الاتحاد الأوروبي يعمل سنائية مع الصين يعمل سنائية مع الروسيا يعمل سنائية مع الولادات المتحدة الأفريقية يعمل سنائية مع الدول العربية هذه السنائية دي بدأت إمتى في 2019 إبان وقت أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحادة الأفريقية كانت فكرة إنه قرب تتحرك بشكل جماعي صحيح وحدة واحدة صحيح تتحرك بشكل جماعي وحدة واحدة بتوحد كل جهدها لاتعامل مع القوى العظمى في العالم وتستفيد منها والطرفين يستفاد الصين يستفاد وكذلك أفريقيا الاتحادة الأوروبي يستفاد وكذلك أفريقيا روسيا تستفاد وكذلك أفريقيا أمريكا تستفاد وكذلك أفريقيا حتى يعني بعض الدول حتى الإقليمية حاول التعمل ده طبعا على قدر المستطع يعني الشاهد إنه الاتحاد الأفريقي يتحرك عن طريق فكرة كانت سببا في أن تلقفتها الاتحاد الأفريقي عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للقارة الأفريقية في 2019 ابتدى التحرك ده يكبر وينمو وتبقى الجهود يعني الجهود تبقى متوحدة ما يبقاش الدول الأفريقية بتروح تعمل اتفاقات سنائية مع دول كعظمة لوحدة لا الاتحاد كله وده ظهر في الكوب بالمناسبة يعني الكوب أنت عندك هنا لما اختاروا إنه يكون فيه مقر إنه فيه أفريقيا تكون مقر الكوب السنة دي اختاروا القاهرة اللي هو مصر اللي هو شرم الشيخ يعني لأنه كان برضو ده كان نتيجة إنه أفريقيا من القارات المهمة جدا في المسألة وتستطيع وهي بالمناسبة هي مضارة برضو موضوع التغيير المناخ مضارة فكانت الفكرة إنه إنه أفريقيا تتحرك كتلة وحدة وده ده ده أكبر أكبر الدليل على أو أكبر الخط سير على طريق التوحد إن القارة التوحد توحد فعليا وممكن مع الوقت يجي ممكن بعد سنين قريبة يبقى زي اللي تحدث الأوروبي بالظبط كنت لسه هقولك تعتقد ذلك تنتظر ذلك تتوقع ذلك في إطار موجودات مش في إطار أحلامنا الذاتية اللي احنا بنتمناها ما كل الأفكار اللي نجحت يوسف بدأت بالحلم بدأت بالحلم والفكرة الصغيرة يعني كل الأفكار يعني الولاوات المتحدة الأمريكية نفسها دي حلم كانت حلم ما كانتش كده ما كانتش 52 ولاية ما ده ما حصلش الولاوات المتحدة الأوروبي بدأ برضو بحلم صح حلم صغير يعني أنت الأهم حاجة أنك أنت يعني تركب الطريق يعني أو تعتلي الطريق أو تضع تضع قدم على الطريق الالتحاد الأفريقي بدأ أنا مش فاكر بدأ إمتى مش يعني مش مركز قوي بدأ كاتحاد كاتحاد بدأنا منظمة الواحدة الأفريقية منظمة الواحدة الأفريقية كان قام الزعيم جمال عبد الناصر صحيح مرورا باستبدال منظمة الواحدة بالاتحاد الأفريقي صحيح حاضر مفيش مشكلة أنا أتذكر وقتها أن مصر هي اللي أصرد صحيح أنه المقر يبقى في إثيوبيا في إيدس أباط صحيح مصر اللي أصرد صحيح مش إثيوبيا اللي طلبت دا كلام مهم دا كلام مهم برضو دا إنعكس بيعكس أهمية الدور المصري جوه القر أنها مش بتؤثر نفسها بالأشياء مش بتؤثر نفسها بالخطر عرفت طول عبرها مصر كده